موسيقى 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 أهلا وسهلا فيكم يا حلوين اليوم بدي أحكي لكم قصة حلوة عن غالب وغادة غالب وغادة كانوا توم عمرهم سبع سنين رح يصيروا ثماني هيداك الصيف بس خلوا الصف الأول وراجعوا على البيت قالوا بابا أنا رح أبعدكن لعند خالتكن سعدة خالتكن سعدة بتعيش محلي بعيد بس حلو كتير بتكن تروحوا بالطيارة قالوا متأكد بابا أنت بتخلينا نروح كل الصيف؟ قالوا طبعا كل الصيف يلا على المطار أخدنه وحطن بالطيارة وقالوا باي ووصلوا لعند خالتن غادة اللي كانت تعيش على ساحل البحر وبيتها كتير قريب على الشط فرحوا كتير كتير وقت اللي شافوها المناظر الحلوي وخالتن سعدة كانت ممسى دقائمة يجول عندها في يوم الصبح كانوا بعض النايمين دق الباب حدا ندق الباب على غادة وفتحت لقت خي غالب عن بي قالوا يلا يا غادة عجلي إجا الدكتور مونير مين هو الدكتور مونير؟ هو صديق العيلي وجاي بسيارته وجاي بده ياخدنا مشوار يفرجينا على البحر بده نروح على كل الشاطئ نروح ونتفرج في بواخر وفي اشياء حلوة كتير وبدن نبسط بهالمشوار قامت بسرعة لبسوا تيابون حضروا حالون كانت خالتن سعدة محضرت لن حضرة اشياء حتى ياكلوا وينبسطوا طلعوا بالسيارة وبلشوا يمشوا ونزلوا لحد البحر وكانوا مفتوحين شبابيك وصاروا يسمعوا أصوات سفكروا وأصوات غني قالوا شو فيه ناس مجتمعين على حد البحر وعم بيغنوا مهل شوي الدكتور مونير لحتى يخلي الولادي يشوفوا شو فيه سمعوا مش صوت غني سمعوا صوت ترنيم والهوى عم بيجيب الصوت وكأنه الطقس كان شوي بده تشتي أو لا بس في غيم وفي هوى قالت لن غادا منقدر يا خالتي منقدر ننزل نتفرج ونشوف شو عم بيعملوا هاو الناس قال طيب خلونا ننزل نتفرج بس نزلوا على الدرج لتحت شوية ومشيوا على الرمل لقوا هاو الناس واقفين على حد الرمل وفي ولد يمكن عمروا عشر سنين أو احتعش وفي رجال شعروا شايب واقف جنبوا وعم بيحكوا وعم بيرنموا وبعدين ما شافون إلا مشيوا شوي ومشيوا بالماء الرجال والولاد وصار الهوى يعبيلوا نكماما وينتفخوا كأنهم بولونات رح يطيروا ومشيوا أكتر بالماء وأكتر وبعدن هولي كل مجموعة الناس واقف جنب بعضنوا عم بيرنموا وبس وصلوا لمحل غميء شوي هايدا الرجال اللي على راسه شعر شايب رفع ايده حتى فوق راسه السبي وحكي شيء وقبل ما يقدر غالب يسأل عمته سعدة خالته سعدة ودكتور مونير يسألهم شو عم بيقول هاي كان غطسوا بالماء وشالوا قالوا شو عملوا هاو شو هايدا قالوا يا غالب هايدا عمدوا عمدوا بالماء قالوا شو قالوا شو كان عم بيحكي وقت اللي رفع ايده قالوا كان ما يقلوا أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس يعني هني إله واحد وغطسوا وصار يسألوا شو معنات المعمودية أنا بحب فرجيكم صور معمودية يمكنوا إذا ما عمركم شفتوها هايدا صورة محل في حدا عم بيعمد غطسوا بالماء وكان في معو ناس وكانوا كتير فرحانين وقتل كان هايدا عم بيتعمل هايدا صورة تانية واحد عم بيعمد ولد لي بسروب أبيض مشروب أسود هايدا بغير محل بكل العالم كل الدنيا بيعمدوا كل مين بيعمد كلهم بالتغطيس بس مرة محلات تختلف عن بعضها هايدا يمكن بالهند أو بباكستان أو شي محل بعيد هونيكي عم بيعمدها مكان يمكن في عندهم روبات عم بيعمدها هي ولابسة تيابة بس كمان بالتغطيس هايدا تشوف شو هالمحل شو حلو كمان هايدا عم بيتعمل هوني كأنه كان اتنين عم بيساعدوا ليعمدوا بالبحر قالوا غالب للدكتور مونير قالوا طيب ليه لحتى نزلوا بالمي وغطسوا هيك ليش ما أخذ بالكنيسة بشي محل ورش عليها شوية مي قالوا لا لأنه الكتاب المقدس بيقول إنه المعمودية هي دفن وقوم شو لشو بده يندفن قالوا يعني عم بيتعمل عم بيتعهد عم بيقول أنا بعيش حياة جديدة أنا بيعلن لكل الناس اللي حوالي أني أنا بآمن بالمسيح وبدي كرس حياتي إله ومثل ما هو تعمد أنا بدي أتعمد غادا قالت له قالت لها خالتي سعدا أنت بتعرفي أني أنا وخيي غالب نحنا وقاعدين بالغرفة وبعد أنت ما حكيت لنا عن الإيمان بالمسيح وكيف نحنا لحالنا إلنا أنا بآمن بيسوع المسيح مخلصي الشخصي وبيسامحني عن خطيطي معناتها أنا تعمدت قالت لأ أنت يا غادا عملت التصميم إنه بكتتعمدي وبس تكبري إسا شوي أكتر إن شاء الله بتتعمدي وأنا فرحاني كتير إن كن شفتوا هاي المعمودية بعد شوي هن يوما يحكوا طلع الرجال اللي شعروا شايب والولاد اللي معو طلعوا إجوا الجماعة لفوا حولهم مرة تانية ولقوا بمناشفه وبعدين لفوه بحرام وأخدوه وطلعوا وراحوا على السيارة غادا وغالب كتير كتير عجبيتهم هالشي اللي شايفوه وبعدين رجعوا وطلعوا بالسيارة وصار الدكتور مونير كان بيعرف ترنيمي بتقول ما أبهج اليوم الذي آمنتوا فيه بالمسيح وصار يرنمه وهني كتير حبوا هالترنيمي قالوا إن شاء الله إن شاء الله نحنا شي يوم بدنا نتعمد وترنمو لنا هالترنيمي بس أنا ما بعرف إذا بحب البسروب أسود قالت لعامتها خالتها يا سعدة خالتها سعدة عفوان قالت لغادا الروب اللي بتريدي وإذا ما ردتي تلبسي روب ما بهم المهم إنك تكوني مستعدي للمعمودية لكن خلينا نروح نراجع الأشياء اللي لازم تتعلميها قبل ما تتعمدي بس نروح على البيت رح نقعد وندروس سوا لأن الكتاب المقدس بيقول من آمن واعتمد خالص وبعدين يسوع قلن لتلميزوا روحوا علموا العالم وخبروهن عن كل شي قلت الكنية وبس يعرفوا عني بعدين عمدوهن باسم الأب والابن والروح القدوس طيب من وين بلشت هاي كيف لحتى صارت هاي قالت لنعم خالتو نتعو لنقرأ بالكتاب المقدس لأن دايما إذا شي بدنا نعمله أو شي بنفكر لازم نعمله بالمستقبل لازم نشوف هيدا شي مزبوط موجود بالكتاب المقدس إذا مش موجود ما لازم نعمله لأنه الكتاب المقدس هو الدليل إلنا وبعدين فتحت لنه الكتاب المقدس على متى ثلاثة وبلشوا يقروني متى ثلاثة وفي تلك الأيام جاء يحنى المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات وهيدا يحنى المعمدان وبعدين يصاروا يجوا الناس لعنده ويتعمدوا منه ويتوبوا عن خطاياهون توبوا عن خطاياهون بس في يوم هو عم بعمد وقال لن أنا بعمدكن للناس بماء ولكن بيجي واحد بعد مني بعمدكن بالروح الأدس وبعدين هو عم بعمد ما شاف إلا واحد إجال عنده ويما كان شايفه قبل بس كان سامع عنه حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يحنى ليعتمد منه وهيدا نهر الأردن ولكن يحنى منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل برد حتى يسوع اللي لم كان عام الخطيئي قال له لا يحنى لأ أنا بدي أتعمد تعرفوا ليش؟ حتى يكون مثال إلنا وبعدين قال له أنا لازم أتعمد منك قال له ما علاش خليني أنا بدي أتعمد كمان وبعدين لما اعتمد يسوع سعد للوقت من الماء وبتعرفوا شو صار؟ إذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت تعرفوا مين كان ما يقول هذا هو ابني الحبيب؟ الذي به سررت؟ كان الله الآب اللي هو كان بالسماء وبعت ابنه يسوع على الأرض ويسوع اتعمد لحتى نحن نتمثل فيه وبرجع بقلكم هي المعمودية هي تصميم وواحد عم بكرس حياته ليسوع ما يقول له أنا بدي بلش عيش حياة جديدة معك وكل واحد بيقامن انه يسوع هو بيخلصه وهو مات عنه على الصليب وبدوا يجي مرة تانية لياخدوا لعندوا للسماء يكون مستعد انه يتعمد وتذكروا انه المعمودية اللي تعمد فيها المسيح كانت بنهر الأردن ما كانت مي قليلة كانت المي غميئة ويحنى غطسوا للمسيح بالمي وقاموا من المي ووقت اللي قاموا من المي سمعوا الصوت متل حمامي اجت على يسوع وقالت هذا هو ابن الحبيب لذي به سرر ان شاء الله يا حلوين انكن انتو شيوم تقامنوا اذا كنتو لحد هلأ ما بتقامنوا بيسوع تقامنوا فيه واذا ممكن تتعمدوا باسمه وأنا متأكدة انه الله بدو يقلكن هذه هي بنت الحبيبي او ابن الحبيب اللي بدي نعيشه لمجد يسوع وبي اخده نعيشه معي بالسماء الى الابد ان شاء الله كلكم بتكونوا هونيك مع يسوع امين اشتركوا في القناة